مرحبا يا احلى اصدقائي احلى متابعين كيفكن شو اخباركن ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب انكم تشوفوني بهذا الفيديو رجعت لكم اليوم بوصفة جديدة من وصفاتي هي سلطة الماكرونة بالفضار والطونة سهلة كتير ومفيدة بنفس الوقت بتجهيز السلطة اول شي سلطة الماكرونة ثلاث اربعة سلطة مثل ما لكم شايفين بالفيديو في عندي فليفلي حمرة فليفلي خضرة في عندي عشبة الشبث في عندي ليمون جزر بصل اخضار في عندي بعدونس وفي عندي البطونة اول شي رح نفرم الفضار في عندي نصف باقة من بعدونس حسب كمية الماكرونة اللي عندكم انا سلقت نصف باكيت من الماكرونة في عندي هون كمان نصف باقة من عشبة الشبث كمان رح بمطير نعيم عشبة الشبث بيعطي نكا كتير مميزة لهي السلطة انا بستخدمها لكتير انواع من السلطات في عندي هون كمان فليفلي حمرة رح احط نصف وحدة لانه الفليفلي عندي حجمة كوير في عندي كمان بصل اخضر رح احط بصل طين افرمون ناعم كمان في عندي جزر رح ابشروا على البشارة بهذا الشكل متل ما لكم شايفين فرمت بخضار بس انا ما فرمت كله هدول ضلوا عندي كمية الخضراء حسب انتوا بتحبوه سوف نستخدم هون علبة من الطونة هاي السلطة كتير كتير طيبة ومفيدة وفيها قيمة غزائية عالية ممكن نعمل هاي السلطة بشهر رمضان كطباق اضافي جنب الطبق الرئيسي بصراحة انا لما بساوي هاي السلطة فاولادي بيكتفوا بهاي ما بساوي اكل تاني جنبها لانه بتشبع وهي ماكرونا عجيم وفيها قدار وفيها طونة فبحث فيها قيمة غزائية عالية يعني بتشبع النيح حطيت عصير نصف ليموني راح اضيف معلاتين او ثلاث معالئ من لبان وفي عندي مايونيز راح اضيف معلاتين او ثلاثة حسب ما انتوا بتحبوه كمية المايونيز اكتر او قل فانا حطيت قريبا ثلاث معالئ العلبي عندي فضيت راح احط كمان خردل هذا اختياري بس الخردل بيعطي كتير نكهة طيبة حطيت ربع معلعة كبيرة وراححط ملح نعناع يابس ممكن حط فليفلي نعمة كمان بس انا ماستخدمت الفليفلي لانه الفليفلي اللي عندي حد وانتي ما بتحب الحد فاستغنيت عن الفليفلي انا راح نخلطون كتير منيح مع بعضها بعدين راح اضيف الفضار عليها وهون راح اضيف الفضار كمان ونرجع نخلطه كتير منيح وبعدين راح افضي الماكرونة فوها واخلطها واتبدوها اذا بحاجة لملح بحاجة لميونيز ممكن احط اضافات تانية اخر شي راح حط كمان هيك بعالتين اكبار من زيت زيتون وهيك وصفتي صارت جاهزة اه اه ادمتو بهاي الطريقة شالا تكونوا حبيتو طريتي في التأديم اه فيكن تقدمو بالطريقة اللي انتو بتحبوها وبتمنى تجربوها وتعطوني راييكم في التعليقات وهيك وصلنا لاخر الفيديو حبايبي اذا ما كنتو مشتركين عنديو في القناة باتمنى تشتركو في القناة وابل ما تطلعوا من الفيديو ما تنسو تحطوا لايك وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديده وشكرا لحسن الاستماع والمتابعة و الى اللقاء دائما بوصفات جديدة و باي باي